والآن ننتقل إلى وجهة نظر المعارضة السياسية فيما يخص هذه الخطوة وينضم لنا عبر الأقمصة نعيم إسطنبول سيد جورج سابرة وعضو الهيئة العليا للمفاوضات وعضو الاتلاف الوطني السوري سيد جورج مساء الخير موسكو أعلنت توقيع اتفاق منطقة تخفيف تسعيد بالغوطة نلمس بأن هناك نجاح في درعة وفي الجنوب فيما يخص هذه الخطوة كيف يمكن إسقاط هذا النجاح أيضا على الغوطة وقبل كل ذلك رأيكم في هذه الخطوة حقيقة من المبكر الحديث عن نجاحات لأننا في الأيام الأولى لتنفيذ هذا الاتفاق حتى أن التفاصيل الدقيقة والخرائط المطلوبة لم تعلم بعد لكن من حيث المبدأ أنا قصت نجاح لتجربة في درعة وهناك التزام بتجربة تخفيف تسعيد تعتبر تجربة أو بداية ناجحة كيف يمكن إسقاطها أيضا على الغوطة الآن نعم نحن وجميع السوريين معنيون بهذه الخطة التي توفر دماء السوريين التي تقوم بحماية أرواح السوريين من الهذر الذي طالت خلال الفترة الماضية لكننا نتمنى أن تكون هذه الخطوة في جميع أنحاء البلاد أن تنتد لتشمل جميع المناطق السورية لأنه ليس من المنطق والمعقول أن يحمى سوري في درعة ويبقى سوري في حماء وفي إدلب وفي دير الزور بعيد عن هذه الحماية كذلك أيضا لا بد أن يكون هذا المشروع جزء من العملية السياسية السبيل لتحقيق ذلك لحماية السوريين في كل المناطق لتوسيع هذه الخطوة لمناطق أكثر ربما شمولية من درعة ومن الغوطة هذه دعوة حملناها بقوة خلال مفاوضات جينيف الأخيرة خلال الجولة الأخيرة إلى المبعوثين والسفراء وخاصة للدول المعنية في هذا الأمر وقلنا من أجل أن تكون هذه الخطوة جادة ومتمرة وفعالة يجب أن تشمل كل أنحاء البلاد لذلك طالبنا بأن تشمل غوط الدمشق وهذا ما حصل الآن وطالبنا أيضا بأن تشمل منطقة القلمون الشرقي الذي يتعرض سكانه للضغط وأعمال القتل والإجرام من طرفين من طرف داعش والمنظمات الإرهابية من جهة ومن طرف النظام وحلفائه من جهتين أخرى لذلك سنستمر في هذه المساعي من أجل أن تشمل مناطق التصعيد أو وقف إطلاق النار جميع أنحاء البلاد لتكون خطوة حقيقية تمهد السبيل لنجاح العملية السياسية الجارية في جينيف كيف يمكن ذلك؟ كيف يمكن فعلا لهذه الخطوة أن تمهد الطريق نحو الحل السياسي منذ بداية الثورة والمساعي كبيرة نحوه بدون أي تقدم حقق إلى الآن في المفاوضات السياسية كيف يمكن هذه الخطوة على الأرض أن تكون هي فعلا المفتاح أو السبيل للتمهيد للحل السياسي؟ المفاوضات الجادة تقتضي وقف إطلاق نار لأن هذا وارد أيضا في قرار مجلس الأمن 2254 في البنود 12 و13 و14 التي سميت بنود الثقة التي يعبر عنها الأطراف المتصارعة عن جديتهم في الوصول إلى نتائج حقيقية للعملية السياسية ويذكر الجميع أن العام الماضي كان هناك انتفاق ثنائي أمريكي روسي لكنه فشل بسرعة ولم يستطع أن يقدم أي فائدة تذكر للعملية السياسية نحن الآن نأمل من هذه الخطوة التي بدأت في العديد من المناطق السورية أن تستكمل لتشمل جميع أنحاء البلاد توفر المناخات الملائمة للجدية المطلوبة من قبل جميع الأطراف للوصول إلى حل سياسي كذلك أيضا توفر الأجواء المناسبة من أجل الإغاثة ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة وإيصال المساعدات لمستحقيها أيضا طيب الغوطة التي لم تهدأ لمدة سنوات والقصف يعني مستمر والناس المدنيون الذين عانوا الكثير خاصة في الغوطة الآن هذه الخطوة وفتح ممرات إنسانية ومساعدات إلى أي مدى يمكن أن يتحقق ذلك في دل خطة خفض التصعيد وأيضا مسعيكم وجهودكم لكي تصل المساعدات الإغاثية والإنسانية يجب أن تتحقق بالفعل وإلا ماذا يعني وقف التصعيد أو تخفيض التصعيد من أجل فتح المجال أمام الوكالات الإنسانية لتدخل مساعدات إلى أصحابها وغوط الدمشق محاصرة منذ سنوات وفيها مئات الآلاف من السوريين الذين ينتظرون المساعدات الغذائية والصحية الحقيقية التي انقطعت منذ سنوات لذلك الامتحان الحقيقي لنجاح هذه الخطوة هو فتح الممرات الإنسانية لإيصال المساعدات وقف التصعيد حقيقي ومنع الطيران من قصف التجمعات السكنية ومعروف في غوط الدمشق التجمعات السكانية كثيفة ومتقاربة من بعضها لذلك العملية متكاملة تماماً لكن أريد أن أعطي ملاحظة أخرى هناك لدينا مخاوف من أن تصبح مناطق التصعيد هي مناطق آمنة وتؤثر على مستقبل البلد على مستقبل وحدته وصيانة هذه الوحدة شكراً لك على هذه المداخلة سيد جورج سبرا عضو الهيئة العليا المفاوضات وعضو الاتلاف الوطني السوري كنت معنا بالأقمص تناعية من إسطنبول ترجمة نانسي قنقر